هل يجوز لي في هذه الأيام أن أخرج الزكاة يعني أقدم إخراج الزكاة خاصة ونحن سنعيش أيام عيد الأضحى يعني أنا ما زالي خصني واحد ربعا شهور ولا خمس ساعات نخرج الزكاة نخرجها مثلا في عشورة يعني في محرم وأنا بغيت نخرجها اليوم لأنه إن شاء الله تبارك وتعالى كاين الناس اللي محتاجين للعيد وكاين الناس اللي محتاجين إن شاء الله للدواء وذلك الأصل أن الإنسان يخرج الزكاة في وقتها لكن إذا كان هناك داع يدعو لإخراجها مقدما قبل حلول الحول فيجوز فيجوز للمسلم أن يخرج الزكاة سنتين قبل الحول إذا وجد هناك ضرورة تدعو إلى ذلك بحالة شبا واحد السيد غادي يدي العملية وما عندك شباش تعطيه وباقي ما زال موسيق تحول تعطيها سيدي واحد السيد ما صاب ما يأكل تبشي تصرف له هذا ما عنده ما يأكل طعام تسبك واحد السيد نساله الله العفو والعفية ما عندهش الدواء تبشي تشير له الدواء إن شاء الله تبارك وتعالى واحد السيد في الكريدي دين وغادي يديه للسجن ثم الشيط تعطيه الزكاة تخرج باش تنقذ بك النفس إذا كاين بعض الأمور التي تحدث للناس توقع في ورطات كبيرة وفي كرب كبيرة فيتدخل الإنسان بتقديم إخراج الزكاة عن الحول الذي يخرج فيه لتحقيق هذه الضرورات إذا لم يكن لديه ما ينفق عليه في تلك اللحظة وهنا عندنا في المغرب قضية العيد الكبير مشكلة وهذا الوقت كان نشوف بايل الله الله يحفظه يستر الأغنام قد ارتفعت ثمنها في الأسواق خاصة بعد أن تحدث عن مسألة إنساء الله العفو ويعفية مجيء بعض إخواننا من الخارج الله يجبهم على خير والناس هنا يمزيرا ويعتبرون مسألة قضية الأضحية بالنسبة لقضية حياة أو موت قضية أن نكون أو لا نكون وهي فقط شدة بالنسبة للقادر عليها سنة مؤكدة للقادر عليها أما غير قادر فهو غير مطالب والأجر قد أخذه حينما ضحى رسول الله على كبشين أم لحين فقال على الأول بسم الله الله أكبر الله ما هذا منك وإلك الله ما هذا عني وعن أهل البيت ثم قدم له الكبش الثاني الذي كان ينظر في السواد يأكل في السواد يمشي في السواد فقربه إلى الله قائلا بسم الله الله أكبر الله ما هذا منك وإلك الله ما هذا عنه من لم يضح من فقراء أمتين أم القياما فالأجر ثابت إن شاء الله لما عنده ولكن لأن المغرب يعظم هذه الشعيرة عظيما كبيرا وهي فرصة للمحسنين ولأجودين أن ينفقوا في هذه الأيام للتنفيس عن المسلمين ويدخالي الصرور على المسلمين فمن أدخل الصرور عن المسلم في هذه الأيام ليس له جزاء إذا لقي الله إلا الجنة ولذلك يجوز للإنسان بإذن الله تبارك وتعالى أن يخرج الزكاة في هذه الأيام حتى يرفع عنه معانة ومشقة التسول والعياذ باللعوة التي تكثر في هذه الأيام وتفسد رونقات الأيام المباركات هذا هو إن شاء الله يجوز لكم إن شاء الله فحي هلا أي انطرقوا فمن استطاع أن يخرج الزكاة قبل حولي لحولي في هذه الأيام أيام للحجة جزاه الله خير وكي يجي الحول يحسب الفليسة اللي عنده إن شاء الله تعالى فإن كان الذي أعطاه كافٍ قد أدى زكاته كله ما علي هو له وإن بقي شيء بإذن الله تعالى مازال ما خرجوش يخرجوه ولكن خرجك فر ما يلزم فذلك ادخار ويدخره عند الله وإن شاء أن يأخذ إن شاء الله قدراً من الزكاة بقدر الذي أعطاه زيادة من زكاة العام الماضي بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل واش يمكنني الزكاة اللي عندي نشريها كباش للناس الأصل في الزكاة التي يخرجها الإنسان أنها ليست ملكة والذي لا يكون في ملكك لا يحق لك التصرف فيه الزكاة يحق الله في مال الله الذي استأمن عليه الغني ليرد إلى الفقير فالذي له حق التصرف في مال الزكاة هو صاحبه شكون هو الفقير هو الفقير 97% فاصلة 5 ديالك أنت لغا يتصرف فيها بس عزوجه 0.5% ما عندك حق تصرف فيها شكون اللي عنده حق تصرف فيها الفقير إذا أنت تعطيه الفلوس كي تعطيه الفلوس هو اللي يتصرف فيها على حق شدك الفقير منين تعطيه الفلوس ما الذي يحدث؟ هو يمكن أن يصرف تلك الأموال تعزكاد في الظروريات يخصوا الدقيق يخصوا الزيط يخصوا لا 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 يخصوا المسائل ضرورية يخصوا الصابور يخصوا يخصوا المسائل فأنت لمشي تشريت له الكبش يعني أولا أنك تصرفت في ما لا يحل لك أن تتصرف فيه ثانيا أنك قمت باستثمار مال الزكاة اللي مشي هو ديالك في شراء مسألة لهجمش فروضة للفقير الفقير يخصون مسألة ضرورية اسمعتها سيدي؟ اسمعتها سيدي؟ هذا هو الأولى هذا هو الأولى هذا هو الأولى لكن كي لبعض الفقاراء نسأل الله العفو والعافية يمكن أن يأخذ ذلك المال ويقبضه وما يشريش كبش يمشي يشري ماذا وينتظر أيضا أن يأتيه كبش ما زيانا أنت اللي عليك أديت الذي عليك أنت أخرجت الزكاة بالطريقة التي ترضي الله وإنت تعرف اللي ذلك مسكين أعطيه المسكين صافي هذا الشي اللي كان بعض الأغنياء يتصرفون في مسألة أموال الزكاة كي يشريوا الكبش بأموال الزكاة يبقوا أعطيوا الكبش للناس يعني أنهم يتصرفون في مال الزكاة التي لا يملكونها أشكنا نقول للناس هذو نقولهم ما تديروش ذك الشي لما نقولهم ما تديروش ذك الشي علاش لأن الواقع الذي يعيشه المغاربة في تلك الأيام يوحي للناظر إلى أحوال الناس وتهاروشهم وتسابقهم وحرصهم على الحصول على الكبش بأي طريقة كأن هذه أكبر من الضرورية كي يقول لك الفقراء لا تجيب ليش دقيق يجيب لي الكبش بل يضطر بعضهم إلى أن يبيع أقل أقل ما يجد من الأثاث من أجل أن يشتري الكبش فهذه الحالة التي تقول إليها أوضع بعض الفقراء هي التي تجعلنا نسكت عما يفعل بعض الأغنياء من شراء الأكباش وتقديمها إن شاء الله تبارك وتعالي الفقراء بمال الزكاة مزيها ناسي لو كان كان الشعب أن تعنا مشيذك الشعب الذي يعيش مسألة العيد بطريقة شرعية وطبيعية أنه اللي وجد يشري يشري واللي ما وجد شيء ما يعني شيء ويتعاونوا الناس بيناتهم يعطيهم النحن لا وما كل شيء بغي يعيد ولذلك نجد بعض العذر لهذا الواقع الذي نعيشه إذن الأصل هو أنك تعطي الفلوس ولا تتصرف فيها هذا هو الأول المثال الثانية إذا كان الإنسان الذي يعيش هذا الواقع ويرى كيف تحولت الأضحية بالنسبة للأسر يوصل النسل للطلاق والالضار والمعيور واللعجب العجاب فما يقوم بهؤلاء الأغنياء من شراء الأضاحي وتوزيع الفقراء حتى بما للزكاة فهم إن شاء الله يدفعون مفاسد كبيرة جدا بهذا العمل وجزاهم الله خيرا ولو كنا في بلد آخر لست فيها تيظاهرة لقلنا كلاما آخر والله من وراء القصر وهو يهدي السبيل